في حاجة بستكملة برضو كريم لنقطة محمود انو بيقول الانتين ارتاده فعلا عنده حق لكن لحد ديها 83 انشلوتي عمل حاجة عجيبة جد احنا برضو عايزين نفكر الناس ان في مباراة اللي هي الاهم في الموسم بين اقوى وفرقتين كل جمهير الكرة في العالم استنيها الفريقين بلعبوا مباراة تحسم الصعود في المباراة الاولى لحد ديها 1-8 محدش عمل تغييرات 81 اللي كريم بطريفين مقطعين الفرقة وقفة على رجليها واللعيبة ماشية كويس انا مش عمل اي تغيير فانت بتكلم على اقوى فرقتين فعاليا كمان محافظين على امورهم البدنية مش السنوات بس برضو من السنوات عندهم دكا مرعب انت كان مع ريا مدريد بقيمته ولاعبي ومنشيستريدي بقيمته ولاعبي الخمسة اللي براها هيغيره النتيجة فانت عملت تغييرات كلها لكن جورديولا على حتة الريطاب نتيجة كان عنده شوية يعني فكر في ريسك او فكر في حاجة مبنية على كل الكلام بتقالي على المدريد سان فاتك بتقالي على شخصية البطل لا لا داري المدريد محظوظ لكن الحقيقة كان ان ريا المدريد في الدي انا اي او عنده مزروع في لعبيه انه عنده وصل مرحلة من النطج الكروي ومن السبات الانفعالي انه لعيبها كريم زي المبارات عد السنة اللي فاتت وصلت ديئة 91 و92 وقدرة وعندها قناعناها تقدر تغيير النتيجة هو لعب على دي في ديئة 83 بدأ يعمل اول تغييرات ليه وبدأ يغامر شوية في التغييرات وبدأ يحس انه الامور البدنية متساوية عند الفرقين لكن هو كان عارف انه نفسيا اعلى من منشستر سيتي في الجزئية دي والرهبة الوحيدة اللي ممكن تكون عند جورديولا او لعيبة السيتي انه عارفين ان ريال مدريد دي بطلطو وبيعرف يلعبها حتى لو متأخر في النتيجة فهو في الديئة 83 بدأ يغير ويدغط جدا حتى منشستر سيتي في نص ملعب والحد من حاكم صفر والحد صفارة الحاكم الكرة في رجل ريال بتتناول الكرة وضغط حتى سيتي في نص ملعب هو كان عايز يعمل دي بس اتأخر جدا طبعا هو بيلعب السيتي فمحابش ياخد ريسك ملعب هو حاول يلعب على السبع دقايق اللي فاضنا في التسعين وكمان حاكم مدة ثلاث دقايق في وعكة حوالي عشر دقايق بدأ يعمل فيهم انه ممكن اغير النتيجة واعتمد على انه السباة اللي انفعالي عند لعب تريال اعلى وقدرت غير النتيجة في اخر اخطف الماتش في اخر عشر دقايق